من أحكام الحنج سين اغتسل في بيته وتطيب ثم ارتدى ملابس الإحرام الإزارة والرداء فهل يجوز له ارتداء ملابسه المعتادة فوق ملابس الإحرام ثم خلعها متى مر بأحد مواقيت الإحرام جيم قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا حرج في الاغتسال وارتداء ملابس الإحرام والتطيب من المنازل لكن المشروع ان لا يحرم الا من الميقات والإحرام هو نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام ثم يشرع له مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا وعليه فيجوز ان يلبس مخيطا او يلبس ما شاء فوق ثياب الإحرام ويفعل كل ما يفعله المحل من محضورات الإحرام ما دام انه لم ينوي الدخول في النسك وهذه النية شرط ولا تجب الا عند محادات الميقات والله اعلم ترجمة نانسي قنقر